السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام اصعد الله وقاتكم بكل خير كيا سورنتوم ودي 2017 المشكلة في هذه السيارة هي توقف عمل ازرار رفع الزجاج بالكامل وكذلك توقف عمل قفل الابواب لاحظوا اخوان الريموت لا يفتح ولا يقفل تظهر فقط الاشارة على لوحة العدادات لكن لا وجود للقفل والفتح السيارة تعمل بشكل طبيعي زر قفل وفتح الابواب اليدوي ايضا لا يعمل ازرار النوافذ لا تعمل حتى ازرار الابواب الاخرى متوقفة ولا تستجيب كل الفيوزات سليمة الموجب واصل لكنترول باب الساق اضافة لوجود السالب قبل ان تقوم باي فحص لا بد من التأكد من الفيوزات بعدها تذهب للكنترول للتأكد من وجود الموجب فعليا فقد يكون هناك خلل في الاسلاك الناقلة لكن قبل ان نتعمق في حل هذه المشكلة وكالعادة دعوني اوضح لكم شيء مهم الا وهو الفرق بين النظام رفع الزجاج العادي والنظام الحديث النظام التقليد السابق والذي لا زال موجود حتى في كثير من السيارات الحديثة يعتمد على الازرار مباشرة اذ يجهز بالسالب والموجب الكنترول اخواني يجهز بالسالب والموجب وتتكفل الازرار برفع النوافذ مباشرة بدون ريلي وكما قلت لكم هذا نظام بسيط ويحتمد على الازرار بعدها تم تطويره بسبب تعطل الازرار المتكرر بسبب الحمل العالي لتكون الازرار تصدر فقط اوامر سالبة او موجبة الى ريليهات هذه الريليهات تنتم وضع في مكان ما داخل السيارة حسب الشركات المصنعة تأتي الاوامر من الازرار بشكل امر فقط ويستخدمون اخوان ريليهات عدد اثنين تتناوب عكسيا للرفع وتنزيل النوافذ بدون الحاجة لشبكة الكامباس اي قبل لم تكون هناك موجودة شبكة اتصال لكن بعد تطور صناعة السيارات اصبح نظام رفع الزجاج اكثر تعقيد والسبب هو الحاجة لنظام امن كيف امن؟ يعني انه في حال وجود اي عائق ستجد الزجاج يتوقف مثلا وجود يد الانسان او اي عائق اخر اضافة لامكانية رفع كل النوافذ عند قفل السيارة بالريموت وهذا اوبشن اخوان او خيار متوف في كثير من السيارات انه عندما يقوم السيارة بقفل السيارة بالريموت يرتفع كل او ترتفع كل النوافذ وكذلك احتاجوا هذا النظام الحديث كما قلت لكم للرفع التلقائي والتنزيل التلقائي يعني بضغطة زر واحدة ينزل او تنزل النافذة وبضغطة زر اخرى الى الاعلى ترتفع اضافة اخوان الان اخترعوا التعتيم التلقائي للنوافذ وصولا لحساسات كسر الزجاج بالتالي كل هذه الوظائف او هذه الاوبشنات تحتاج لكم كبير من الاسلاك للتنفيذ يعني عدد كبير من الاسلاك قد يقول احدكم اغلب هذه الوظائف كانت متوفرة في سيارات بي ام دابليو الفاخرة منذ عام 1999 طبعا انا رأيت اخوان بعض سيارات بي ام موديلة 1994 فيها هذا الوظائف نعم اخوان كانت موجودة لكن كم الاسلاك مزعج لحد كبير بالتالي واجه النظام صعوبات التكلفة والعمر الافتراضي لذلك لم يستخدم في السيارات العادية كانوا يستخدمونه فقط في السيارات الفاخرة وكان ذلك اخوان بدون شبكة اتصال قد تكون هناك بروتوكولات قديمة مثل كيلين والبروتوكول الذي قبله استخدموه لكن لم تكون هناك شبكة الاتصال كامباس التي موجودة في الوقت الحاضر بعد تطور نظام الاتصال والوصول لبروتوكولات يمكنها نقل البيانات بشكل سريع طورت شركات السيارات نظام رفع زجاج النوافذ وقف الابواب واصبحت التكنولوجيا الالكترونية حاضرة بشكل مباشر كل هذا الكلام يعقد آلية كشف الخلل واصلاحه بالتالي لابد من مواكبة التطور والاطلاع عليه طيب في السور انتو نستخدم جهاز فحص الاعطاء الان اصبحت السيارات تعمل بعدد كبير من الكمبيوترات وكلها تتواصل فيما بينها بشبكة الاتصال شبكة الاتصال هذه لا تتأثر عند خروج احد الكمبيوترات عن الخدمة طبعا شرط اذا كان الخروج بسبب فصل احد الاسلاك او انقطاع التغذية عنه لكن يؤثر على الشبكة اذا كان فيه شورت او تماس كهربي بسبب قفل شبكة الكامباس كيف يعني اخوان مثلا قد لا تعمل بعض السيارات او قد المحرك لا يدور اصلا وعندما تفحص تجد ان هناك مشكلة او عدم اتصال في احد الكنترولات نقوم نحن بفصل كنترول كنترول الى ان ترجع شبكة الكامباس بالتالي يمكن تشغيل محرك السيارة لكن اخوان خروج احد الكمبيوترات بسبب الفصل قد لا يؤثر في تشغيل السيارة اذا كان هذا الكمبيوتر يعمل في او يستخدم لتشغيل وظائف لا تؤثر على تشغيل السيارة انا اخوان اعرف ان هذا الشرح يزعج الذين يفهمون آلية العمل لكن هو موجه لكثير من الاخوة الذين يرغبون بتعلم كهرباء السيارات طيب كمبيوتر المحرك اذا دخلنا عليه بجهاز الفحص لا يوجد فيها اي كوت يخص كنترول التحكم في رفع وتنزيل زجاج النوافذ اغلب الكنترولات تستجيب للفحص هذا كنترول مكيف الهواء عند الدخول عليه لا توجد اي مشكلة اخوان في جهاز الفحص لا بد من معرفة اي كنترول تستهدف يعني الكنترول الذي تقوم بالدخول عليه يجب ان يختص او يخص المشكلة التي تقوم انت بالكشف عنها في هذه السيارة يوجد كمبيوتر خاص اخوان بباب السائق يسمى بالدرايفر دور ماجول واخر اي كمبيوتر اخر بباب الراكب الامامي يسمى بالباسنجر دور ماجول اذا دخلت على باب السائق لا توجد استجابة طبعا باب السائق اقصد به اذا دخلت على كمبيوتر باب السائق لا توجد هناك استجابة في جهاز الفحص واذا دخلت على باب الراكب ايضا لا توجد استجابة ويوجد كنترول يتحكم في باب الصندوق الخلفي لهذه السيارة يسمى بالباور تيل جيت ايضا اخوان حاله حال باقي الكنترولات الباقية لا يستجيب هنا لابد من تحليل ذلك لماذا كل الكنترولات تتكلم معنا ما عدا هذه الكمبيوترات الثلاثة كمبيوتر باب السائق وكمبيوتر باب الراكب وكمبيوتر باب الصندوق الخلفي اضافة الى الكمبيوتر الخاص بالتشغيل بعض وظائف باب السائق والذي يوجد اخوانا في هذه السيارة تحت كرسي السائق كي نقرب الحل اكثر لابد من الدخول على كنترولات اخرى لها علاقة مع الكمبيوترات المتوقفة حاليا يعني كيف اخوان يعني هناك الكمبيوترات تتواصل مع هذه الكمبيوترات نذهب الى اهم جزء في الاتصال في جهاز الفحص وطبعا اسميها بقلعة الكنترولات على هو مركز السيطرة او بوابة التحكم وتسمى بالسنترول جيت وي وهي عبارة عن مركز التعامل مع بيانات كل الكمبيوترات في السيارة اذ تمر عبرها رسائل التواصل حسب الاولوية سواء بي كان او سي كان او دي كان تمرر اخوان هذه الشبكة بسلكين وقد شرحتهما في كثير من الفيديوهات سلك هاي وسلك لو اذا دخلنا عليها هنا الغريب اخوان لا نجد اي كوت يخص عدم التواصل مع باقي الكمبيوترات المتوقفة طبعا قصد الكمبيوترات وهنا مصيبة هل الگيت وي لا تعلم ما الذي يحصل لماذا لم تسجل لماذا لم تسجل عدم اتصال مع كنترول باب السائق يعني لا يوجد فقدان اتصال مع كمبيوتر باب السائق ولا يوجد هذا الكود داخل الگيتوي وكذلك الحال في كنترول باب الراكب وباب الصندوق الخلفي طيب نذهب الى smart connection box او المجمع الذكي الذي هو غالبا قاعدة الفيديوهات الداخلية في السيارات الكورية والذي اخوان ايضا يعتبر كمبيوتر مجمع الفيديوهات كمبيوتر في هذه السيارات ايضا اخوان اذا دخلنا عليه في جهاز الفحص لا توجد اكواد فيه طيب طيب شي غريب اذن لماذا لا تعمل او لا يعمل رفع النهافذ اذا لا يوجد هناك اي مشكلة في التواصل ما عدا انه قطع الاتصال مع الكمبيوترات العربعة انا سجلت مخطط control باب الساق وهو مصنوع بشكل دقيق ويحمل باوامر مقاومة كيف اوامر مقاومة هذه هي آلية التعقيد التي اعتمدتها شركات التصنيع فبدل الاسلاك الكثيرة سلك رفع سلك تنزيل سلك قفل سلك فتح سلك سلك اضرب ذلك في اربعة ابواب عدد الاسلاك سيصبح كثير اصبحت الالية اخوان كالتالي منظم جهد يقوم بخفض الاثنائش فولت الى خمسة وبواسط الترانزيسترات يمكن عمل اشارة تنزيل ورفع تفهم عن طريق محول الترانزيفر الى شبكة الكام كيف ذلك طبعا هذه العملية كلها بداخل الدرايفر دور كنترول ما جول كمبيوتر باب الساق يعني كيف يكون ذلك يعني مقاومة مثلا 10 اوم مثلا تخص الباب الخلفي مقاومة 20 اوم تخص رفع باب الراكب الامامي وهكذا يتم اخوان فهم ذلك عن طريق الكامباس والبيانات تتحكم فيها وحدة 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 معالجة في كنترول باب الساق انا قد اقول انه لا يفهم بعضكم هذا الكلام التخصصي لكن لابد من معرفة الية العمل لتتجنب الفحص بشكل يسبب عطب الكنترول وتوقفه تأتي انت ولا تفهم الية العمل تقوم مثلا بتوصيل سالب او موجب مباشر وهنا يتوقف الكنترول بالكامل طيب لماذا لا يعمل رفع وتنزيل النوافذ اجابة السؤال اخوان ايضا هو سؤال لماذا لا تتكلم الكنترولات هل هي متعطلة طبعا ذكرت انا اخوان انه الموجب والسالب موجودة فيها اذا كان الموجب والسالب موجود في الكنترول ماذا يحتاج يحتاج فقط الاتصال لماذا لا يوجد التواصل هنا نذهب لمخطط الكنباس لاحظوا اخوان اربعة كمبيوترات متصلة بجونت كوننكتر ومن ثم تذهب الاسلاك بشكل موحد الى مجمع اخر او جونت كوننكتر اخر تتصل فيه هذه الكمبيوترات الموضحة وكل هذه الكمبيوترات المتصلة في هذا جونت كوننكتر تتكلم مع جهاز الفحص وعن طريق بوابة الاتصال او القيتوي طيب قد يكون السيناريو هذا ممل لكن لابد من كشف الخلل الية الربوط تجعلك تفكر في قطع هنا يعني بما انه هذا الكنتر الاربعة متصلة في جونت كوننكتر واحد وتذهب بسلكين الى جونت كوننكتر اخر الجونت كوننكتر الاخر تتكلم فيه الكمبيوترات ولا توجد فيها مشكلة لكن هذه الكمبيوترات قطع في الاسلاك او رداع التوصيل في الفيشة او فشل الجونت كوننكتر اذا اخوان سلمنا جدلا انه قطع مثلا لنقول انه قطع فلماذا تظهر لنا في باقي الكنترولات كود فشل الاتصال مع الكمبيوترات الاربعة يعني اذا كان هناك قطع لابد من وجود كود في الگيتوي او في احد الكمبيوترات له علاقة بهذه الكنترولات يقول لوس كوميليكيشن درايف دور ماجول او لوس كوميليكيشن وذ باسنجر دور ماجول او فشل الاتصال مع ال تيل باور جيت مع الباب الصندوق الخلفي يظهر لنا هذا الكود ومن هنا يمكن ان نعرف انه هناك قطع في الاتصال بين الكمبيوترات طيب لماذا طبعا اخوان هنا توقفت كل الوظائف في آن واحد عن طريق برنامج جي دي اس فتشت كل الفيش ولم اجت اي مشكلة طبعا شرحنا سابقا كيفية فحص اسلاك الكامباس هنا لا يوجد شورت على الرغم من عدم استخدام الاسلسكوب فهذا الشرح اخوان يغنيك عن استخدامه فلا تحتاج سواء جهاز للشخص العطاء فككت قاعدة الفيوزات الداخلية او لم اجد اي مشكلة في الاسمار تتموضع قطعة مهمة تسمى اختصارها بال اي جي بي ام وهذا الاختصار هو الانتغريت وي انتباور كنترول ماجو ولكي يصبح الكلام ابسط ولا يصاب عليكم ظاهريا ال سمارت جينكشن بوكس عفوا ال سمارت جينكشن بوكس الذي هو قاعدة الفيوزات والتي عبارة عن كمبيوتر لا تجد فيه مشكلة طبعا مشكلة ظاهرية وصورة عامة ال اي جي بي ام الذي يشمل ال سمارت جينكشن بوكس وال جيتوي هذا المصطلح الاخوان ال اي جي بي ام يشمل قاعدة الفيوزات كمبيوتر قاعدة الفيوزات وكذلك كمبيوتر الجيتوي طبعا يظهران اخوان بدون مشاكل حرق او عطب طيب اين الخلل اذا كانت الكمبيوترات تتكل لماذا الاربع لا يستجيب ولماذا لا تسجل بوابة ال جيتوي الاتصال انه هناك خلل في الاتصال lost communication طيب دعونا نذهب ال سمارت جينكشن بوكس وعن طريق ال اكتف تيس نفعل قفل الابواب تعمل اخوان نلاحظ ان القفل يعمل الفتح ايضا رفع الزجاج ايضا يعمل ولا مشكلة في الاكتف تيس يعني يمكن ان نتحكم في رفع وتنزيل النوافذ وكذلك قفل وفتح الابواب عن طريق الاكتف تيس طيب اين الخلل هل الخلل في ال سمارت جينكشن بوكس او بالاخص في ال جيتوي هل ان ال جيتوي فيه مشكلة يعني لا يرى الاربعة كمبيوترات لكن هو يستجيب للامر عن طريق جهاز تشخيص الاعطال اترك اخوان لكم الجواب في التعليقات وان شاء الله اعرض لكم الحل لهذه الاحجية في فيديو لاحق ان بقينا وبقيتم ارحب باسئلتكم واستفساراتكم في تعليقات الفيديو وسارد عليها ان شاء الله اولا باول اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبعد عنا وعنكم دوائر السوء وان يبسط علينا ظلال رحمته في الدنيا ويرزقنا جنته في الاخرة لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى